أكبر مضمار لسباق السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية وفي العالم تم إنشاؤه عام 1909 لكن لماذا تم بناء هذا المضمار؟ وما هي الأسباب التي وقفت وراء ذلك؟ نتعرف على قصة إنشاء هذا المضمار من خلال لقاء أجريناه مع داغلس بولز رئيس مضمار السبقات في إنديانابلس ما السبب الرئيسي لإنشاء المضمار؟ في عام 1909 كان هناك الكثير من مصنعي السيارات في إنديانابلس أفراد يصنعون سيارة أو اثنتين في العام خلال فترة التحول من العربات التي تجرها الأحصنة لم يتوفر مكان لفحص تلك السيارات فكانت الفكرة من شخص اسمه كارل فيشر الذي شرع في التخطيط والبناء للمكان مع ثلاثة من شركائه مكان البناء كان أرضاً زراعية اشتروها ورصفوا المضمار بالطوب الأحمر بعضه ظاهر إلى يومنا هذا أما معظمه ثمدفون تحت الإسفلت الحالي لكن كيف كبر هذا المكان؟ في البداية عام 1909 لم يكن أحد يعرف ما الذي سيحدث مستقبلاً حتى نهاية عام 1910 عندما قرروا إقامة سباق سيارات واحد في العام وهو ما حدث عام 1911 سباق إندي 500 بنسخته الأولى وبحضور 80 ألف متفرج معظمهم وصلوا إلى المضمار بالعربات التي تجرها الأحصنة كيف حافظتم على التمييز إلى يومنا هذا؟ ما يجعلنا مميزين هو تاريخنا وتقاليدنا هذا العام ستكون النسخة السابعة بعد المائة لسباق إندي 500 المضمار الذي نسير عليه الآن هو ذاته الذي بني عام 1909 لو حفرت الإسفلت في أي نقطة ستصل إلى الطوب الأحمر الذي رصف به المضمار أول مرة سيارات اليوم تتسابق في ذات المدار البيضوي الذي خطه كارل فيشر أولاً هذا هو أكبر مضمار في العالم من حيث عدد المقاعد صحيح؟ نعم هذا أكبر مضمار في العالم بوجود 235 ألف مقعد دائم نضيف إليها 100 ألف أخرى في السباقات الكبرى في فترة من الفترات كان عدد المقاعد الدائمة 257 ألفاً إلا أننا أزلنا بعضها لإضافة بعض المرافق الخدمية ترجمة نانسي قنقر